اشتركوا في القناة والملائكة وأولي العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله السلام عليكم أيها الأحبة المشاهدون جميعا ورحمة الله وبركاته أبحاث التوحيد من أهم الأبحاث العقدية وهي من أشرف العلوم التي يبحث عنها الإنسان فمن خلال هذه الأبحاث يمكن لنا أن نبحث عن وجوده سبحانه وتعالى هناك جملة من الأسئلة قد تطرق ذهن الإنسان وهي أنه هل لهذا الوجود مبدأ؟ هل لهذا الوجود من خالق؟ هل لهذا الوجود من مدبر يدبره؟ هل هناك دليل على وجود خالق لهذا الوجود؟ وجود مدبر لهذا الوجود؟ وإذا كان هناك مدبر لهذا الوجود فهل هو قادر سبحانه وتعالى؟ عالم بجميع مخلوقاته صغيرها وكبيرها كليها وجزئها صغيرها وكبيرها عاقلها وغير عاقلها مجردها وماديها وإذا كان الأمر كذلك فما هو الدليل على وجوده سبحانه وتعالى؟ هل هناك دليل؟ يمكن إقامته أو برهان يمكن الاستناد إليه في إثبات وجوده ودحض ما يدعيه الزنادقة والملاحدة والماديون وغيرهم؟ أو لا يوجد؟ قبل الدخول في أصل البحث أولاً أنا أود أن أشير إلى بعض الروايات من باب التبرك والتيمن بروايات النبي وآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك روايات وردت في الكاف الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام رواية عن حمران عن الفضل بن السكن عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين أعرف الله بالله لاحظ هذه الرواية تبين كيفية المعرفة أننا كيف لنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى تقول هذه الرواية أعرف الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان ومعنى قوله عليه السلام أعرف الله بالله يعني أن الله خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان فالأعيان الأبدان والجواهر هي الأرواح وهو جل وعلى لا يشبه جسما ولا روحا وليس لأحد في خلق روح الحساس الدراك أمر لا سبب هو المتفرد بخلق الأرواح طبعا خالق الأجسام لا يشبه الأجسام وخالق الأرواح لا يشبه الأرواح قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إذن خالق الأجسام لا يشبه الأجسام ولا تشبهه الأجسام والأجسام فإذا نفى عنه الشبهين شبهه بالأبدان وشبه الأرواح فقد عرف الله من نفى عنه الحدين أن ينفي أن يشبه الأشياء أو يكون جسما فالله سبحانه وتعالى لا هو جسم ولا هو مادي لا يشبه الأشياء ولا تشبهه الأشياء لا من قريب ولا من بعيد ولهذا في الحديث الآخر سئل أمير المؤمنين عليه السلام بما عرفت ربك بماذا عرفت الله يا أمير المؤمنين بما عرفت ربك قال بما عرفني نفسي ولهذا في الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه قيل وكيف عرفك نفسك سؤال يا أمير المؤمنين كيف عرفك الله نفسك قال عليه السلام لا يشبه صورة ولا يحس بالحواس وكيف عرفك نفسك قال أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه صورة ولا يحس بالحواس ولا يقاس بالناس قريب في بعده بعيد في قربه فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه أمام كل شيء ولا يقال شيء أمامه سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره ولكل شيء مبتدأ ففي هذا الحديث يبين أمير المؤمنين عليه السلام أنك كيف عرفت ربك قال بما عرفني نفسي كيف عرفك نفسك يقول لما وجدت أن هذه نفسي روح وجسم ومادة وبدن وحركة وتتلذذ وتنتفع وتضر فلابد أن يكون مبدأها وخالقها لا يشبهها لا من قريب ولا بعيد فلما كانت نفسي مجردة لما كانت نفسي روحا فالله ليس بروح لما وجدت أن لي جسما فالله ليس له جسم يشبهني فعرفت ربي بما عرفني به نفسي من كوني جسما محتاجا فقيرا فلابد أن يكون الخالق لا يشبه هذا البناء لا من قريب ولا من بعيد لا يشبهني لا جسما ولا روحا ولا نفسا هذا الحديث الثاني الثالث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ناظرت قوما فقلت لهم إن الله جل جلاله أجل وأعز وأكرم أن يعرف بخلقه بل العباد يعرفون بالله فقال رحمك الله رحمك الله أي أنه لا يمكن معرفة الله من خلال عباده نعم هذه المعرفة يمكن أن يستدل على وجوده سبحانه وتعالى بوجود العباد بوجود المخلوقات فالأثر يدل على وجود المؤثر الإنسان بعقله يستدل بالآثار على وجود المؤثرات فيمكن أن نستدل على وجوده أما أن يعرف بعباده فالله لا يعرف إلا بنفسه سبحانه وتعالى فلهذا ينبغي أن يستدل على الله بالله ولهذا يقول مولانا أبي عبد الله الحسن أم كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك فيها نصيبا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللحديث تتم تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين